اشتركوا في القناة ويقيموا قطاع شؤون الانتاج الثقافي في الثامنة والنصف ليلاً على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون وبيقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بيتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الدينية بجانب باقة من الأغاني الرمضانية اللي بتحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين بتتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر والفنان زياد هاني فرحات من ذوي الهما النهاردة العشاء الكرة العالمية موعدهم مع مباراة قوية في إطار بطولة كأس العاصمة الودية حيث يلتقي منتخب تونس مع نظير الكرواتي في العشرة ليلاً على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الدور الأول اشتركوا في القناة